السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو يا جماعة عاملين ايه? يا رب تبقوا خير وكباليسي. اه النهاردة او ضلوقسي هنشرح ايه? هنتكلم على الوربت وهنتكلم على الايلد. ده سلايدز بتاعة الوربت. انا عملها لها باوربوينت ماشي. وهنشوف بردو سيدي الاسم زي كل مرة عادة. اه الايلد انا ما عملت لهش باوربوينت. احنا ندخلها لسيدي الاسم عضول لانها لقيت صوره كتير قوي. فانا مش محتاجة بصور تاني اضافي يعني توضح الفكرة فاهمني. طيب يلا دلوقتي بقى ايه? نبدأ بالاوربت. الاوربت عندك فيه تلات امراض اساسية. اول واحد اللي هو ايه? الاوربتال سيليولايتوس. بعد كده الكافيرناستاينس رومبوزوس. وبعد كده عندك السيرويد ايه? ايه. البركتوزوس والانوف سارمس دول. الكنين دول يعتبروا صاينز لديزيز استانية. حال? ماشي. طيب يلا نبدأ بقى. بسم الله. بس يا دكتور. يهمني قوي في السيليولايتس ان انت تفرق اذا كانت السيليولايتس دي. اربتال سيليولايتوس ولا بريسيبتال سيليولايتوس. ليه بقى? البيسيبتال سيليولايتوس دي بتيجي قبل السيبتم بيكون الانفلاميشن قبل السيبتم. الصورة دي. بتوضح اللي انا اقصده جدا. البيسيبتال سيليولايتوس انفلاميشن قبل السيبتم ده. ماشي شعي في السيبتم ده. فالانفلاميشن بيبقى كله في في الايلد من قدام كده بس. زي مين? زي صورة الولاد اللي فوق ده. الانفلاميشن واخد مين? واخد الجزئية اللي هي ايه? قبل السيبتم. طيب. بالنسبة للأوربيتال سيليولايتوس. اه. الاوربيتال سيليولايتوس دي واخد كل الاوربيت. كل الاوربيت اللي يعني ايه اوربيت اصلا? اللي هي المسافة دي. المساحة دي. دي كلها كده دي كلها. اللي قاعد جواها الايبول. كل المساحة دي بقى انفلاميشن. فبما فيهم الجزء ده كمان اللي هو الايلد. فبالتالي الشخص تبقى حالته اسوأ جدا يوصل للمرحلة دي مثلا اول مرحلة دي. عايزك تبص كويس على الصورتين. دي ودي. وتاخد بالك من الفرق ما بينهم. ودي كمان اكتر. شايف البروبتوزيس اللي هنا. البروبتوزيس بالمناسبة بنكتشفه لما تبص على الشخص من فوق او من الجنب. مش فيستو فيس كده يعني. طبع بسيط لشخص فيستو فيس كده. ما تقوليش بقى ان عنده بروبتوزيس. ما علش. اه. 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 اول لد ريتراكشن. لو انت حس بيه بروبتوزيس اول لد ريتراكشن. انما البروبتوزيس بنكتشفه لما الشخص تكون شايفه من فوق كده فتقدر تفرق العين دي. طل بحلو. السيليولايتس. اه. المفتاح بتاعها في الكيس. الكيس هتقولك ان الشخص ده عنده بروبتوزيس. عنده فيفر وعنده سينوسايتس. عنده فيفر او سينوسايتس. عنده ديزيز يعني. اتنقل ايه? للأوربت. الكافرنس سينوس ترمبوزيس. هيتعتبر كمبلكيشن اصلا للأوربتال سيليولايتس. فايه فالوضع بيه صعب ان انت تفرق ما بينهم. انت تفرق ما بينهم عن طريق ايه? عن طريق الكيس اللي هتيجي. الكيس ستقولك ايه? هتقولك ان الشخص عنده بروبتوزيس. طيب مش ماذا واضحة ما احنا لسه بنقول ان هي جاية كمبلكيشن للأوربتال سيليولايتس. الشخص بعدها كمان هيكون عنده سريبرال او مستويد اديما مستويد اديما يعني ايه? ااااا. مستويد اديما اديما في الحتة اللي هي بقواه ورابدنو دي كده. طيب مش هتلاقي العين التانية كمان افكتد طيب ليه العين التانية افكتد لان بص الصورة دي انا جايبها عشان هوريلك. ان لايك jul شبك هذه موضوع نحن نعرفه كلنا لأن الست عملاته اصلا هي فيها كل الساينز والصورة دي كل الناس عرفها بتاعت الست المبرقة جدا زي وعندها لد لاجة لد لاجة عندها كل الساينز بتاعت السهيرويد اي دي ديس السهيرويد اي دي ديس بالمناسبة مش مرض اي يعني تسيبه ده مرض مهم ولو ذكرته في النظري بيجي منه اسئلة انا تسألت علي في امتحام بتاعنا طيب حلو جدا الصور دي بقة دو بتاعت البروبتوزز بطاعت البروبتوزز لو خدت بالك الشخص ده كده لانا gaps بقل ما تقيمش البروبتوزز من قدام الشخص ده انت لو بصت له مقاما كده قادل اتدرك انه عنده بروبتوزيس اما لو خدناه ب بوست كده وبصنا له من الزاوية دي خدت بالك العين دي فيها ازاي علشان كده بروبتوزز ما بيتقيمش انت باصل الشخص من قدام الجهاز ده اسمه 얘gotov 좋아하는 celebrity بيقيس ايه بيقيس المسافة يعني بيقيس من الجنب البروبتوسيس كمان لازم تعرف اذا كان axial or non axial axial يعنيıyla يعني البروبتوسيس طالع في خطه مستقيم كده لو فرضنا العين فالعين خرجه كده في خط مستقيم إنه ممكن يبقى نان أجزيال يعني عاملة كده هذه الأوربت بتاع الشخص عينيه خرجه كده يعني بروبتازس والتحت مثلا أو بروبتازس والفوق فده النان أجزيال ده بيحصل لما يكون فيه انفلاميشن فيه بارال كورنيا أو يكون الليجن بارال كورنيا الأجزيال لما يكون أسفق 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 برا للايبول أما لو كان الليجن جوه الايبول بيكون بروبتازس أجزيال حلو طيب هنا ده الشخص ده بيقيس برضو البربتازس بس بيقيسه بالمصدرة متهيالي علينا نعملها في امتحان العملي إن انت تقيس البربتازس بالمصدرة طيب بعد كده عندنا لصورة دي صورة اللي إنه في سرمس حبدش بيغلط فيها والله والشخص عيني ده خلقه هو والله اسقضي الأمر ما فيهاش أي حاجة صعبة عايزك تفتكر دايما إن السيرويد آي ديزيز هو المست كومن كوز لبايلاترال ويونيلاترال بروبتازس هو المست كومن كوز لأي بروبتازس سيرويد آي ديزيز فلو جي حد يونيلاترال بروبتازس ما تقولش إن هو ده استحالة يكون سيرويد لأ عادي ده احتمال كبير جدا كمان يطلع في رويد ماشي كده نروح بقى نشوف إيه سور الإسم تمام طيب يا شباب دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده ده إيه ده الأوربت ده الأوربت بتاع الشخص ده آهو أدي الأوربت ده إيه اللي ورا ده ده إنفلاميشن إنفلاميشن وزي ما انتوا شايف إن هو كونتيند كده فإحنا عارفين كلنا إن لو الإنفلاميشن كونتيند بنسميه أبسس فهو كاتب نده أوربتال أبسس على عكس العين دي سليمة أهي ما فيهاش حاجة والعين دي سليمة برضو طيب الصورة دي بتورينا إيه بتورينا البروبتوزوس لو خدت بالك إن هو جاب الشخص من الجنب عشان يورينا البروبتوزوس شايف العين دي عاملة إزاي من العين دي الصورة اللي من قدام دي هتقول عليها عشان كده هو كاتب جريفز ديزيز طيب هنا ده برضو جريفز ديزيز وليد ريتراكشن هو كاتب عليها بروبتوزوس بس إحنا في المحاضرة لما الدكتور شرحت قالت لما يجب لك الصورة من قدام قل لليد ريتراكشن أحسن ما تقول بروبتوزوس فأنا حبيت إيه أوصل لكم المعلومة كاملة حتى هتيجي صورة دلوقتي لنفس الصورة دي وكاتب عليها لليد ريتراكشن مش كاتب عليها بروبتوزوس طيب بالنسبة للجريفز ديزيز فكلنا عارفين ان بيحصل ايه الماصل بتكبر كده فالماصل دي كبيرة والماصل دي كبيرة ده مش منظر اكسترا اوكيلر ماصل ده ماصل كبيرة جدا الماصل دي بقى لسه زي ما هي الحمد لله ما كبرتش بس ان شاء الله ربنا هيكريمها ايه وتكبر والدزيز يبقى اكتر مش لو بصينا هنا دي بروبتوزوس البنت ما عندهاش اي بروبتوزوس سهيه البربتوزوس ده من علامات الاربتال سيليولايتوس لان الانفلاميشن بيبقى جوه فبيزق على العين لو تخيلنا انه ده الاربت كده والعين هنا فالانفلاميشن هنا بيزق على البرة فيعمل ايه بروبتوزوس اما البربتوزوس بيبقى هاي ليد كده فهو الانفلاميش من هنا فالعين مافيش ايه بروبتوزوس طيب ده ايه ده اوربيتال ابسيس ابسيس ليه زى ما انت شايف كنتين ده هو والله ده الهيرتل زيكزة في المويتر بيقاسو بي برضو ايه البربتوزوس بص هنا البربتوزوس واضح ازاي الصورة دي بتاعت ايه اوربيتال هيماتيومه لان زى ما انت لونها يتغير من الأحمر للأزرق فالشخص ده ستضربه في عينه هيماتومة لا يعادل للكنتيوجن بس الهيماتومة عبارة عن كنتيوجن كبير مش انفلاميشن كما انت شايف فيه هنا لون أحمر هنا فيه أزرق وهنا فيه تحت أصفر شوية دي البريسيبتال سيليولايتوس دي الايليد انفليمت بس العين مش طلع ببره بريسيبتال سيليولايتوس برضو بس العين مش طلع ببره وهاينا مش موريلك العين طلع ببره بس هيقولك في الكاس انه مفيش بروبتوزوس دي بقى أوربتال سيليولايتوس ليه؟ دي الانفليميشن صاح هشيل المربع ده 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 ووريلكم حاجة وبعدها نشاور عليها تمام شفتوه؟ هنا العين دي طلع ببره هشيل المربع تاني وبصها ده معلوش اهي تمام طلع ببره فيها بروبتوزوس اهي طيب عايزة ووريلك هنا العامل اس شاب ده اس شاب ده لما الاي لدي باخذ ال اس شاب ده يبقى فيه هنا حاجة كبيرة الحاجة الكبيرة اللي ممكن تكون هنا فيش حاجان اصلا غير الكريملجلاند فده الكريملجلاندس بيوري لك الاس شاب تاني عايزك تمشي على كده وهتشوف تشفته طيب بعد كده هدخل دلقسي على ايه على الاي ليد الكام سورة الاولانيين هما بيوضحوا تركيبة الاي ليد وعبارة عن ايه وكده انا اهم حاجة بالنسبالي المايبوميانجلاند انا عايزك تعرف ان المايبوميانجلاند بتفتح هنا كده فانت لو هي فيها ديس فانكشن هتشوف نقاط هنا كده على الاي ليد من جوف نقاط بيده يهمني برضو ان انت تعرف ان الاي ليد ده متثبت لفوق الاي ليد لفوق متثبت لفوق والاي ليد التحت متثبت لتحت عكس كده يسمى اكتروبيان او انتروبيان على حسب الوضعية طيب ده كله بواسطة ايه بواسطة مصلز يهمني تعرف مكان الاكريمالجلاند هنا لاترالو من بره ماشي يا شباب السورة دي حاجة اسمها بليفرو فيموزوس بليفرو فيموزوس دي عبارة عن اي بقى البليفرو فيموزوس زي ما انتو شايفين جده هي عبارة عن السمتومس السمتومس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن توزوس والتوزوس بنعرفه بان الاي ليد مغطي اكتر من سودس الكورنيا نازل على الكورنيا جامد طيب ما بنقارنهوش عين بعين انا اقول دايما ان اقول قارن العين السليمة بالعين الويزة انما معلش يعني فلتوزوس ما تقارنهوش عين بعين لان ممكن يكون بيلاترال ومش هتفرق مش هتقدر تقولين ده بيلاترال بروكتوزوس الا لو انت عارف ان الاي ليد ما بينزلش كده على الكورنيا عنده ايه تاني البلد ده؟ عنده هنا ابيكانسس اهو وهنا ابيكانسس ابيكانسس حتة لحمة كده مغطية ايه؟ وهذه الكورنيا ازاي؟ وهذه الكورنيا ازاي؟ عنده لورالد اكتروبيان الورالد ده نازل لا تحت بس الوالد ابيض جدا ورموشه مش واضحة فانت مش شايف الكورنيا للأسف طيب لو جينا هنا هتلاقي البنت دين عندها حاجة اسمها ليد كولوبوما ليد كولوبوما يعني ما عندهاش جزء من الاي ليد مش موجود الصورة دي كمان بتاعت الليد كولوبوما جزء من الاي ليد ايه؟ مش موجود أولاً تدي؟ لبقى نساس شبراً لطيب؟ طيب تمام عرفتو سوريا شباب كما نحن؟ هذا هو الابيكانسس وده الابيكانسس هنا واضح جداً الصورة دي بتوريلك والصورة دي في منها كتير قوي لو بسيت عايزك تشوف النقط دي كده النقط البيضة دي كلها ده ما كان فتحة ومش بتخرج لجوه هنا نفس الشيء عشان شايف النقط البيضة دي هعمل لك زوم عليها كده اه 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 شفتها هنا الصورة دي قضايتها مش حلوة بس انا هحاول اوريها لك اه ايوة دول كده النقط البيضة دي هي هنا محمر للأسف ماشي اه 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 دي برضو اه 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 نفس الشيء عمل عليها زوم اه لا جوه سارمس ده هتعرفها ازاي بص حضرتك هتلاقي عين من عينين العيان مغمضة على الاخر كده والعين التانية مش عارف يقفلها خالص يبقى ده لا جوه سارمس يعني عنده جفن ما بيتقفلش مفهوم طيب دي اسمها لا جوه سارمس دي حاجة اسمها ايه بص المنظر ده اسمه يعني ايه سيكاتريشان يعني شخص ده تعرض لحد سوال يكون حريق مثلا فعمل فايبروزيس فسحب كده على الاسكن فراح الايليد حصل له ايه حصل له اكتروبيان بص لو عملنا زوم كده هتلاقي الايليد مشدود لتحت والرموش بتاعته مشدودة لبرة خالص ده اسمه اكتروبيان اكتروبيان ده بالمناسبة مش حاجة حلوب لانهو بيعمل اكسبوجر كيروتايتس طيب العيان ده طلبوا منه يقفل عن ايه بص العين ده افعلها كويس ازاي اللي عندي مش عارف يقفلها خالص فبالتالي الشخص ده عنده ايه عنده لاجوف سامس طيب هو دلوقتي الشخص ده احنا مش عارفين لاجوف سامس وغير كده ده وعملنا زوم كده على عن ايه بص شايف الاكتروبيان ده عايزك تشوف شوته الاكتروبيان ده مهم قوي العيان ده عنده ايه اكتسف انها عنه والدليل على كده السورة اللي فاتت مثلا هما لما طرفوا منه يعمد ايه كان الجزء ده كل في وشه بيتحرك اهو واخد وضع عادي حتى الحتة دي كمان وبقه كمان انما هنا بص الجزء ده كل وشه ده تقريبا ما تحركشه خالص فدي علامة الفيش اللي نروف بعد طيب الانتروبيان يعني انتروبيان يعني الايلاج بيدخل لجوه فبالتالي رموش بتدخل هنا وتبدأ تحكفين في الكورنيا ده انتروبيان برضو بس هو كتب عليه انتروبيان تريكيزيس عرف منين ده انتروبيان و تريكيزيس بفع leftques لان الانتروبيان وتريكيزيس التريكيزيس يعني الاي اللاجز بدقت لطيفو بدقت تحكفين في الكورنيا بالاضافة ان الاي اللاجز ملازقة في بعض تيه بتقولك انه في بكتيريا انفكشن هنا دي برضو انتروبيان وتريكيزيس برضو انهم بحكفين في الكورنيا الباستيئيزيس بقه، بقه شايف ترموشه ازياده تيه هذه هي دي اللي عاملة كل المشكلة في حياة الشخص داي صف ترموش الزيادة دي من بهدلالوا الدنيا دع Luca staan ابراك ده ايه الكاليديون مهمة قوي بقا بالنسبة لي ان تتفرق بين الكاليديون وبين اردو الرجيم الحجة اللي هنقودة بعد كده هوريكم السوريات الدلسي مش مانتوبش انظر حضرتك الكاليديون ده chronic inflammation ماشي وعمل هذا الرئيسية يعني لا تشوف عليه صعبات الانفلاميشن بتاعت الانفلاميشن اللي هي رينس ووتنس وصوليك مش هتشوفك الكلام ده زي ما انتشافوا لونه قريب جدا للون الجلد الطبيعي بتاعت شخص بس اهو انفلاميشن طيب هذا الرئيسية هو جاي اكتر من ناحية الكونجنكتائفة انت لو انت عارف الايلد كويس هتلاقي ان الايلد فيه ناحية من جواب متبطلة بالكونجنكتائفة وفيه ناسكن ده هو جاي اكتر من ناحية الكونجنكتائفة فبالتالي انت مش شايف اي مصدر لمسلا ايه لبص خارج منه ولا هتشوف فبالتالي لو قلبنا السور كده ده برضو ايه دي لتسليولايتوس مش عارف لي حطينا في النص كده بنصور الكاليزيون معلينا ماشي هتيجي دلوقتي سور الكاليزيون تاني دي ايه دي السبراوك بليفرايتوس سبراوك يعني فيها اشرة ادي الاشرة ايه والله رجل ما جاب حاجة من عنده بليفرايتوس يعني انفلميشن في الايلد سبراوك بليفرايتوس سكيلي بليفرايتوس يعني بتأشر برضو انت لو عملت زوم كده سوري لو عملنا زوم كده هتشوف اللي سكييلز اهي دي اللي سكييلز اهي دي مايبوميان جلاند دي شفونكشن اهي تاني نفس مايبوميان جلاند اهي كما تفرق بينه وبين الكاليزيون كما ترى هل تعرف الحباية الدهنية؟ لا يوجد حباية دهنية خارجة من الجلد لكنها تظهر من الجلد العين هذه حباية دهنية لا يوجد أي شيء عادي جدا وطلع منها بص وهذا أكيوت إنفلاميشن الكاليزيون بقى زي ما أنا لسه كنت بشرح أهو هو جاي من جوه أكتر فبالتالي أنت مش هيفلو ساينز من برهن لو ألفت الجفن من جوه هتشوفه أحسن كالساين الوحيدة اللي هتشوفه من برهن بسبب الكرونيك انفلاميشن اللي جوه طيب بص الكاليزيون لما بتشوفه من جوه بيبقى أوضح إزاي وهنا لما بتشوفه من جوه بيبقى أوضح برضو تاني كاليزيون برضو أهو كاليزيون برضو تاني كتير بقى صور كتير بقى للكاليزيون لما هنزهق منه كاليزيون ما فيش أي حاجة ما فيش أي فرق بص بقى أنا يهمني في دي حاجة إن انت تفرق بين الانفكتد كاليزيون وبين قول معي وبين الستاي بس لعملنا زوم هنلاقي إن الجزء ده باين عليه علامات بس أنا عندي سؤال هل انت شايف باس بوينتنج منه لأ خالص هل ده ريليتد لهير لهير فوليكل لأ البتاع ده الليستاي غالبا بيبقى ريليتد لهير هو بيبقى طالع من هير أصلا ماشي هو ده مش ريليتد لهير ده أولا ثانيا إنه هو مش في باس خارج منه ولا شايفين أي حاجة بس ده أكيوت انفلميشن انتوب كرونيك ماشي دي دي أنا عايزك تفرقها مهمة أو بالنسبة لي فده اسمه انتفكتد كاليزيون ده تاني لدي سويلنج انفلميشن انتوب كرونيك نفس الفكرة نفس الحاجة برضو ليه بقول انه هو انفلمت قرن باللون الجفن ده ولون الجفن ده مش الشواه بعضه خالص ده انفلمت حسنا اسمر فالدنيا ايه مش واضحة شوية ده اسمه مارجنال كاليزيون مارجنال ليه زي ما انت شايف طالع كده من المارجن بتاع العين بس بقى ده اللي جفتها مثل المطار ومنه انه هو يعمد عينيه ويدحك المطار ونوط طلبين فشايف الجزء ده اشتغل ازاي وعمل اللي عليه ودي حك عادي الجزء ده لقى بقى خالص فالشخص ده عنده قلاجة وساروس لما اعملنا زوم بصعنيه عملت ازاي مفتوح ده برا اللي تكبرته بسبب الفيشل نيرف براس ده ايه دي حاجة اسمها انفليوشنال اكتروبيان يعني الناس الكبار في السن بيحصل لهم حاجة تخلي الجفن بتاعهم يتقلب لبرا كده الطيب الطاكسي المتcheer eerste 9 ممكن يجيب اكتروبيان بس ولا انتروبيان بس لا الحقيقة الصين بيجيب لي اكتروبيان بالعباي ground لا الحقيقة الصين بيجيب الي كنين الصين بيجيب اكتروبيان وبيجيب انتروبيان اةم مش بيجيب اكتروبيان ازاي بيجيب اكتروبيان عن طريق الدخوص بقى ده ينبط طريق الدخوص بدي كل 00 Three يبط deceived ده هنا المت 가져 papi والأوربكيلاريس اكهلاي مصل بتبقى ضعيفة والأوربيتال مصل كلها ضعيفة بواجه عام وبيبعنده لاكستيف اللي جمنس فتلاقي الجفن بتاعه ايه نزل لتحت كده فعمل ايه اكتروبيان طيب اللي يخليه يعمل انتروبيان بسبب شورت ويكتارسوس التارسوس هو اللي ساحب الجفن كده ومخليه واخد ووضعه فالالتارسوس ده لو قصر وضعف بيسحب الجفن لجوه فعمل ايه الانتروبيان طيب عايزك تشوف هنا ده اللوور لد انتروبيان طبعا نصر مش والاحب استعمل انا هزوم كده اهيه شايف رموش داخلته جوه عين العيان يبقى اللوور لد انتروبيان يهمني قوي ان انت وانت بتجاوب اه لا انتو متحن كو ام سي كيو فمش هتكتبه بس يعني تكون انت عارف فقارات نفسك ان هو اللوور ولا ابر ولا كده وتعرفها لان ممكن يسألك عليها ايه في اللغس يور حد طيب ده اللوور لد انتروبيان برضو اللوور لد انتروبيان بس في الجزء ده بس كده وعامل كونجنك تايفل ريدنس اهو ده غالبا سيكاتريش لان لسنت الست شكلها كبيرة برضو يعني جلدها شكله مش طبيع شكله مكرمش اهو وده اللوور لد انتروبيان برضو وابر لد كمان بدأ يعمل انتروبيان اهو ده اللوور لد انتروبيان برضو ده اللوور لد انتروبيان برضو بيجيب حاجة اسمها سودوس كوينت انت تقالك ان الشخص ده عنده حوال بس هو ما عندهش ولا اي حاجة وخالص انتانين مام ايه والدليل على كده ان انت لما بص منور النور في العنتين تلاقي ايه العنتين نور جاي في نفس المكان ام ما بتناول النور في يعني فوش كده بتلاقي النور جاي في العنتين في نفس المكان فبالتالي مافيش primary answers to the preparation ده epicansys برضو فالبنت الصعنادي و epicansys تاني epicansys ثور كتير اول epicansys ده linth wand شايف اللد ده متعور ازاي ده linth wand ده ايه بقه ده توزوس بس توزوس هنا ما يجعل لذلك انا كنت بقول لك ما تقارنش العين دي بالعين التانية لان انت لو بصيت العين التانية هتلاقي العين التانية فيها فانا مش عايزك تقارن في التوزس العين ببعضها يعني لو سألك على العين اللي هي دي فالعين دي فيها توزس زي ما انت شايف كده الجفن نازل ومغطي على جزء كبير من الكورنيا مش كبير سريع الجزء صغير بس مش الحجم المطلوب فالستة دي عندها مال التوزس في العين دي فما تقارنش العينتين ببعض ده بص زي ما قلت هو ما جايب الصورة من قدام كتب عليها للتركشن اهو والله ما بيجيب الصورة من قدام كده كتب عليها للتركشن ده توزس برضو بس ده complete توزس العين الحمد لله كلها قفلة ده برضو توزس ليه بقى كنت بقول ما تقارنش العينتين ببعض لان انت لو قارنت العينتين دول وبعد هتهالك ان هم زي بعض في الدنيا بيس يعني وعادي انما لأ بص الجفن ده مغطي تقريبا نصف الكورنيا ده مال التوزس برضو زي ما انت شايف هنا الجفن ده مغطي جزء من الكورنيا بس جزء صغنون ده رايت توزس بورتو اكي اه ليفت توزس كونجنتل كونجنتل زي ما انت شايفين دور اطفال صغمانين او يعني كينو حصل لهم شي حاجة ده كونجنتل دي بقى المركز جان في نومنا المركز جان في نومنا دي عبار عن ايه بس يا دكتور المركز جان في نومنا دي ان انت بسواب بيحصل حاجة اسمها ثورد وففس نيرف سين كاينيزيس يعني ايه يعني الاثنين نيرف ستول بيشتغل سوا فانت لما تطلب من الولد ان هو مثلا الشخص الولد ده بياخد وضع المبلم كده ودايما رفع حواكبه فوق عشان بيحاول يرفع عينيه بيحاول يرفع الايلد فبيرفع حواكبه بس هو مش عارف يعني للأسف تطلب منه يفتح وقوه وتقوم معناية تفتح بس كده اوكي دي المركز جان في نومنا تاني وتاني وتالت كتير او مركز جان في نومنا ده توزيس بوردو ما فيه ايه حاجة توزيس تاني بص ليه كنت بقول مدكرينش باللحنة التانية يبدو ان العينتين شكلهم مختلفين بس انت مش حاسس بفرق شاسع يعني اما لو بصيت هنا هتلاقي ان العين دي مغطية جزء كبير من الكورنيا اكتر مان اللي مفرود توطي توزيس تاني توزيس برضو وهنا دي حاجة اسمها الي بوليوزس يعني ايه بوليوزس يعني بيضاد بوليوزس يعني ابيض تلاقي الايلاشس بتاعت الشخص يحصل لها اليك وده بوليوزس برضو اليد اي ديماء بصراحه انا مش عارفة اليه جايب لنا صورة اليد اي ديماء يعني مع ان انت مش عليك اي دي دي فيه مسلا دي دي ما كده منفصلة. مش طاين منفصلة ولا اي شيء. طيب كده الحمد لله خلصنا ايه الحاجات بتاعت النهاردة اتمنى ما كنتش طولت عليك وتكونوا ايه استفدتوا معنا. طولت عليكم بصراحة كم ناخدنا سبع عشرين دقيقة? اشتركوا في القناة